أقر البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يفرض عقوبة السجن لثلاث سنوات على الأقل على من تصفهم سلطات الاحتلال براشقي الحجارة في كل من الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين وينص القانون الجديد على أنه لا يحق للقضاد إصدار أحكام مع وقف التنفيذ إلا في حالات خاصة لم يحددها ويشمل القانون تجميد المخصصات الاجتماعية التي يحصل عليها أهالي القاسرين الفلسطينيين الذين تتم إدانتهم بارتكاب جرائب أمنية وإلقاء الحجارة لأهداف قومية وفي إطار أنشطة وصفها القانون بالإرهابية